طالب تحالف العزم الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات مسؤولة على خلفية التفجيرات الإرهابية التي طالت المدنيين الأبرياء في منطقة الحبيبية التحالف وفي بيان له قال إن الانتكاسات الأمنية المتكررة تتطلب من الحكومة وأجهزتها الأمنية إعادة النظر بخططها الأمنية والمعلوماتية وتفويت الفرصة على قوى الإرهاب وعصابات السلاح المنفلت وأكد التحالف على ضرورة أن تتحمل الأجهزة الأمنية والمعلوماتية مسؤولياتها في الكشف عن خلال الإرهاب النائمة وحصر السلاح بيد الدولة والوقوف بحزم أمام الجماعات المسلحة لضمان الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي